من هذه الأزمة بتؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة الغير مسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين وهذا الحل الأمم المتحدة نادت به منذ عديد من العقود والعالم كله كان بيتكلم عنه ولكن نعتقد أن بالرغم من الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيمر بيها القطاع أن العالم الآن بيقف على خطوة مهمة جدا وهو ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل وهذا المطلب الجميع بيتكلم عنه ولكن النهاردة العالم بيقف وكل الدول الكبيرة والعظمة يجب أن تعمل ويجب أن تؤدي دورها في تفعيل هذا الحل النهاردة كان لدينا شرف في الصباح في لقاء فخمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة الرئيس نقل لفخمته رسالة شفوية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والحقيقة كل كان هناك تطابق كامل في الرؤى في حل هذه الأزمة الغير مسبوقة واللي أكدنا في خلال فخمت الرئيس أكد على موقف مصر الثابت برفض مصر الكامل للتهجير القصري لأشققنا في فلسطين وعلى أخص من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن لأن طبعا أن أي خطوة من شأنها فرض عملية التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة ممكن أن تمتد بعد ذلك لاحقا إلى فرض تهجير قصري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية وبالتالي تصفية كاملة للقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية فكان لدينا التكامل والتوافق الكامل وفي رفض هذا التوجه وده اللي هو أعلاناته الدولة المصرية فخامة رئيس أعلانه منذ أول يوم لهذه الأزمة وأيضا جلالة الملك وكل تحركات الدولتين على هذا السياق وعلى هذا التوجه في دعم أشققنا في فلسطين ويمكن الحقيقة أنا أحط أخي دولة الرئيس بكل الدعم اللي قامت به دولة المصرية لأشققنا في فلسطين وده يعني شيء يعني إحنا بنقوم به من منطلق ثوابت مصرية عميقة في دعم فلسطين في هذه المرحلة وعلى مدار العصور الماضية وسنستمر في هذا الشهر فالحقيقة إن مصر كانت يعني بنؤكد إنها فتحة معبر رفح على مدار الساعة على مدار الأيام الكاملة منذ بدء الأزمة أكثر من 80% من الدعم اللي دخل لأشققنا الفلسطينيين كان من الحكومة المصرية ومن مؤسسات المجتمع المصري المدنية وأيضا مستمرين في هذا التوجه ولكن طبعا الظروف اللي حصلت في الأيام الأخيرة هي اللي بتعيق هذا الموضوع نتيجة للأعمال العسكرية الغير مبررة اللي حصلت فيه خلال الأيام الماضية من الجانب الإسرائيلي تأكدنا في هذا الموضوع إن إحنا حريصين ومصر بتبذل قصارة جهدها وأيضا الجانب الأردني على محاولة الوصول إن شاء الله إلى اتفاق من شأنه أن يعني يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وأن يكون هناك هدنة وأن يكون هناك بدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكري الغير مبرر والأزمة الإنسانية الغير مسبوقة اللي بيواجهها أشقائنا في قطاع غزة وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل الدولة الفلسطينية كما قلنا في خلال المرحلة القادمة بإذن الله يمكن هذا الشق طبعا كان بيحتل جزء كبير من النقاش بحكم هذه الأزمة يعني العالم كله بيواجهها ولكن دولتين بحكم طبعا يعني البعد الجغرافي هم المتأثرين بصورة مباشرة من هذه الأزمة ولكن أيضا طبعا كان لدينا الفرصة أن نتطرق لمنقشة العلاقات الثنائية بين بلدين وعلى الأخص سواء العلاقات الاقتصادية أو التبادل التجاري ويمكن توفقت أنا وأخي دولة الرئيس أن نحتاجين أن نزيد من حجم التبادل التجاري في خلال المرحلة القادمة إحنا التبادل التجاري على مدار الخمس سنوات الماضية متوسطه 600 مليون دولار أمريكي وده رقم يعني إحنا بنعتبره متواضع بالنسبة لإمكانيات بلدينا وهناك رغبة أكيدة لزيادة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدا عشان تحقق الاستفادة المشتركة للبلدين والقطاع الخاص في دولتين وللشعبين فيما يخص هذا الشأن فالحقيقة هناك كان اجتماعات لكل أعضاء الوزراء المشاركين في اللجنة الوزرية المشتركة وكان هناك لقاءات ثنائية بين الوزراء على مدار اليومين وتم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل هذا الموضوع في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله ببرامج زمنية محددة واسمحوا لي هنا يمكن أن أثني على العلاقات الشديدة التميز اللي موجودة ما بين الجانبين في الحكومتين وإن الحياة ما بننتظرش لدورية انعقاد اللجنة ولكن هناك بيبقى تواصل لا أقول على سبيل المبلغة ممكن بيبقى تواصل يومي ما بين الوزراء في الحكومتين لحل أي مشاكل أو تحديات ممكن بتحصل في خلال العمل اليوم الروتيني وده اللي يمكن بينجح الحقيقة كل الحمد لله كل أعمال التبادل الاقتصادي والتجاري والنهار دا الحقيقة بنشهد طفرة كبيرة جدا في أعمال النقل واللوجستيات والسلع المختلفة ويمكن كل شغلنا الشاغل للفترة الجاية إزاي نزيد من حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في دولتين سواء في مشروعات في الأردن أو في مصر علشان فعلا تعود بالنفع على بلدينا في خلال الفترة القادمة مرة أخرى يمكن في نهاية كلماتي أحب أن مرة أخرى أن أوجه جزيل الشكر لأخي العزيز دكتور بشر خاصونة على اللي بلمسه فعلا من تعاون يعني غير مسبوق ما بين الحقيقة على المستوى الشخصي وأيضا الحكومتين وأنا وجهت له الشكر الحقيقة على ما يلقى العمال المصريين الحقيقة والعملين المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية من دعم ودائما على الرغم من وجود طبيعي وده شيء طبيعي العديد من التحديات والمشاكل ولكن دائما يعني بنرى كل التعاون والتجاوب من الجانب الأردني في حل مشاكل العمال المصرية الموجودة ودائما العمل المصري مرحب به في المملكة الأردنية وإن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله حتشهد المزيد من التغلب على أي تحديات بنعتبرها من العمل الروتيني الموجودة في هذا الشأن الحقيقة الأهم أن هناك يعني توافق كامل على أن احنا دائما يكون هناك زيادة في التعاون بصورة كبيرة جدا ما بين بلدينا وما بين الحكومتين وده منعكس ده زي ما قلت لحضراتكم على التواصل المستمر على مدار اليوم والساعة ما بين أعضاء الحكومتين واللي ان شاء الله حيستمر في الفترة القادمة مرة أخرى أخي العزيز يعني أهلا وسهلا بيك في بلدك الثاني مصر وكل الشكر والتقدير لحضرتك والأعضاء الحكومتين وكل تمنياتنا للشعب الأردني بمزيد من التقدم والرخاء بسم الله الرحمن الرحيم دورة الأخ العزيز دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الشقيقة أصحاب المعالي الوزراء من جمهورية مصر العربية من المملكة الأردنية الهاشمية أشقائنا وإخواننا في وسائل الإعلام المتعددة التي تغطي هذا الحدث حقيقة أنا أتشرف وأسعد بأن أكون في بلد الثاني مصر بمعية هذا الوفد لحضور اجتماعات أعمال الدورة 32 لللجنة الأردنية المصرية المشتركة العليا التي تمثل أنموذجا ناجحا بالمحتوى وبانتظام الانعقاد على مستوى العلاقات الثنائية العربية العربية وهذه اللجنة حقيقة تأتي دائما في إطار دورية انعقادها لتتوج تواصل أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على مستوى يومي ما بين الوزراء وما بين المسؤولين القطاعيين لتذليل أي عقبات أو أي تأخير يحدث فيما يتعلق بتطبيق الكثير من القضايا التي يتفق عليها ما بين الوزراء مباشرة والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحسين بافاق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بلدينا وتعود بالنفع على شعبين وتعظم الفوائد المشتركة والقواسم المشتركة التي نتمتع بها الحقيقة اسمحوا لي أن أبدأ بالقول بأنني تشرفت صباح هذا اليوم بأن نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت بإعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس المتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القصري لأشقائنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة إلى أي اتجاه خارج الضفة وخارج غزة وبأي اتجاه لأن هذا من شأنها أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفياتها ومن شأنه أن يشكل حقيقة خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وهو أمر سنتصدى له بالكامل ونسمح بحدوثه وأيضا في سياق العمل المشترك الذي يتولاه جلالة الملك بالتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس السيسي والكثير من القادة العرب للتأسيس لوقف لإطلاق النار ولإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس المفضي إلى أخذنا إلى مسار واضح ومحدد زمنيا تتجسد من خلاله أو يتجسد من خلاله حل الدولتين الذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ سبعين عاما وحقيقة الناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا الاحتلال يجب أن ينتهي وأن نذهب إلى مثل هذا المسار السياسي الذي حقيقة ومنذ أكثر من عشر سنوات وجلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي يشددان ويؤكدان في لقاءاتهم الدولية على ضرورة أن يكون هذا المسار السياسي مسار قائم مفضي إلى نتائج تتجسد من خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام سبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية وفي إطاريها الجغرافيين في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وأيضا الرسالة أكدت على ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية إلى وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والمجتمر على أهلنا في قطاع غزة والذي أفضى إلى استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني في غزة وإلى إصابات لأكثر من 70 ألف وإلى تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي والقطاع التعليمي في قطاع غزة وإلى إنتاج حالة قد أوصلت أهلنا في القطاع إلى شفير المجاعة التي كلها تشكل أعمال وأفعال مخالفة وتخترق وتخرق القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة والتي يجمع العالم على أنها يجب دائما أن تحترم وأن تطبق بموضوعية وأن لا تقف على حدود جغرافية معينة وأن لا تستثني من انطباقها أي دولة لكونها مبادئ مضامنية متعلقة بحماية الكرامة البشرية وبإذن الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه المحنة لإشقائنا في قطاع غزة وأن ننتقل إلى مثل هذا الأفق السياسي المغضي إلى ترسيد حل الدولتين وأيضا نقلت الشكر والتقدير والدعم والإسناد لجهود جمهورية مصر العربية الرامية إلى الوصول إلى اتفاق ليفضي إلى وقف إطلاقنا المستدام ويسمح بتدفق المساعدات الإنسانية غير المنقطع إلى أهلنا في قطاع غزة كما ونوعا وتعرفون بأن جلالة الملك بالاتفاق مع فخامة الرئيس السيسي قد مارسوا ضغطا باتجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة والتي لم تكن كافية لإيصال المساعدات الإنسانية أولا عبر معبر رفحة الذي دخل من خلال الجل الأعظم من هذه المساعدات ولكن أيضا يعمل جلالة الملك بدأب على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في قطاع غزة بشكل مستدام يعبر ويلبي احتياجاتهم وأيضا عبر وسائل المبتكرة مثل الإنزالات الجوية التي بطبيعة الحال لم تكن كافية فيما يتعلق بتلبية هذه الاحتياجات ولكنها كانت وسيلة ضرورية ووسيلة مبتكرة لكسر هذا الحصار المفروض على أهلنا هناك وفخامة الرئيس كلفني بأن أنقل تحياته إلى جلالة الملك وأن أعيد التأكيد على تطابق هذه المواقف والعمل باتجاه تحقيق وقف إطلاق النار المستدام وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وغير منقطع وأيضا إلى ضرورة أن يتنبه العالم وأن يمنع أي عملية أسكرية وعدوان واسع على رفح لأنها ستشكل كارثة إنسانية لها ما لها من آثار وتداعيات يجب أن يعمل العالم وأن يتحمل العالم مسؤولياته بإزائها تطرقت لقاءاتي بعد ذلك خلال اجتماعات اللجنة المشتركة العليا إلى الكثير من أوجه التعاون الثنائي التي أشار إليها أخي الدكتور مصطفى مدبولي هذه اللجنة استثنائية في نجاحها بالمضمون وبانتظام الإنعقاد هذه اللجنة اتفقت على أن ينعقد منتدى لرجال الأعمال خلال الشهر القادم لتعظيم التبادل التجاري وأوجه التعاون المشترك ما بين القطاعين الخاصين في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وربما في اجتماعات اللجنة القادمة بإذن الله بيصبح القطاع الخاص في إطار ما سيبتدئ به من هذا المنتدى بمسار موازي يحضر أيضا اجتماعات هذه اللجنة لنضمن الموائمة والتيسير عليه لنعظم التبادل التجاري الذي نستطيع بالقطع أن نقفز به إلى آفاق أرحب وأوسع وأيضا جرى الاتفاق على أن تجتمع الكثير من اللجان القطاعية بدأ من أسبوع القادم وجرت تطرق إلى التعاون في قطاع النقل واللوجستيات والدور الكبير والهام الذي تلعب شركة الجسر العربي التي تشارك فيها الدولتين وأيضا إلى آفاق ربما العمل على توسيع طاقة وسعة ربط الكهربائي ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية إلى طاقة تصل إلى 2000 ميجاوات وأيضا فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي إلى الآفاق المرتبطة بالتعاون في مجال الألعاب الإلكترونية وفي مجال نقل البيانات وهذا أمر أساسي أيضا ربما يكون له بعد هام فيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وهي الآلية التي توليها القيادة السياسية في البلدين ممثلة بفخامة الرئيس سيسي وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين أهمية كبيرة وترى فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على دولنا الثلاث وعلى شعوبنا وأيضا جرت تطرق خلال مباحثاتنا إلى مبادرة التكامل الصناعي التي تضم إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية أصحاب هذه المبادرة